تركبت أن أبو الدهب بتشكيل النادي الأهل النهاردة والمباراة وده أول حاجة الناس ممكن مجرد التشكيل من ما نزق قبلها بساعة وربع الناس قالت لك هو هو نفس تشكيل هو هو نفس طريقة الأداء ولكن كانت تغييرها الوحيدة فيه هذا اللقاء هو كهرباء البعض كان شايف أو كان متخيل أنه هيبقى محمد شريف هيبقى بوالية لكن مستر المسلماني فاجئنا بوجود كهرباء كراس حرب إيه السر في اختيار كهرباء أو مسماني الكهرباء في هذا اللقاء من البداية لا مفيش سر والحاجة خلينا أقول لك فاروق يمكن مسماني مكتن عنده قناعات ببعض اللاعبين حتى لو احنا عدنا نتكلم نقول نغير أو نحوط ده بدل ده هو رجل عنده قناعات هو اللي شغال هو اللي موجود في المطبخ هو شاف حالة اللعيبة عنده في الفرق فأعتقد هو أضرب حالتهم فإحنا لو قدنا نتكلم ده يلعب وده يلعب لكن المباراة النهاردة أثبتت أنه كان لازم عندك حد يبقى عنده استحواز مع عفشة أنه أنت لازم تمسكه كورة بقاء لكن في خوف شديد وعندك رهبة من بدأة المباراة أنت بتلاعب فرقة كبيرة جدا لكن أنا برضو هارجع أقول لك أن الرجل ده جنعات المدير الفني المسماني ويجب أننا نحترمه ما علينا أننا بندي النصائح لكن أنت في لعبات يعني أنت النهاردة كان في لعبة تبقى موجودة هنقول نقول برضو اللعبة تبقى موجودة لكن هنقول أقول لك ده جنعات وجهات نظر المدير الفني لكن واضح جدا أنت بتلاع فرقة كبيرة جدا فرقة عندها سرعات اللعيبة زي مينة كافتنا أنت بتتكلم بتقول كان في لازم لعبة تبقى موجودة زي مينة ما أنت عندك لعبة لازم أنت عندك في التلت الأخرين أفروف الجزء الأمامي أن أنت قليل قوي أنت حتى لما بتاخد كورة أو بتستحوز على كورة أنت ما فيش حد بيطلع أو حد بيكمل وراء الفراودة كلنا محطوطين أوحار حسين أننا ما يخدش فينا جوة أنت احترمت فرقة بارمونخ وده واجب عليك أن أنت تحترمها لكن دي كورة القدر أنت لحد دلوقتي فروق لازم تعرف أنت واقف فين من الكرة العالمية أنت بتلعب في الدولة المصري وأفريقيا بكوة لكن لما تيجي تلعب مع فرقة أفريقية أنت لازم تعرف حدودك كويس شرق أوروبية أصدقاء الأوروبية ده تعرف وإمكانياتك كويس أنت بتلعب بارمونخ عندها كوة عندها السرعة عنده الضغط العالي فروق بشكل كبير جدا يمكن أنا بشوف النهاردة بواحد واثنين وثلاثة في الضغط عندك السرعات عندك الاستحواز بالسرعة عندك لعيبة لما بتفقدوا كورة بترتد لورة بسرعة كبيرة جدا يعني شفنا سرعات كبيرة جدا الحاجة الثانية عندهم إمتى يسرعوا للعب ويبطقوا اللعبة فيه النهاردة لأنه شفوا الخصم قدامهم أو مش عايز أقول النادي لها دي عماتا لا هو شفوا الخصم قدامهم طريقته حافظ طريقت لعبهم فيهم المدير الفني قرى المباراة بشكل كبير جدا فقدروا يلعب على قد المباراة بس هي النقطة